السلام عليكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا كلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من لعبة PUBG Mobile الموسم الخمستاشر ومعنا الفيديو بتاع النهاردة مهمات الاسبوع التاني الموسم الخمستاشر حصريا قبل نزولها باسبوع طبعا الناس كتير مشتركين في الـ EZ طبعا هتظهر عندهم مهمات الاسبوع التاني بنجاح ولكن الفيديو ده طبعا للناس اللي مش مفتوح عندهم الـ EZ او رخصة الـ EZ او مش مفتوح عندهم مهمات الاسبوع التاني او الناس اللي عندها مشكلة بفهم المهمات بشرح لكم ازاي تخلصوها بسهولة جدا ويلا بينا نبدأ في موضوع الفيديو بسرعة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشيل الفيديو لأصحابكم اللي مش شحنين او اللي مش عندهم مهمات الاسبوع التاني وعايزين يعرفوها بدري واشوف كومنت رزيز منكم يلا بينا نبدأ الفيديو اول مهمة عندنا هي الحكمة مجموعة 800 من الدرر في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي دي عليها 75RB انزل في اي سيرفر انت التقييم بتاعك قليل في وقت التماني على الاقل المهمة دي مش ب75RB بس لا انت لو لعبتها مع صحابك الناس يكونوا متضفين عندك لازم يكونوا متضفين عندك ويكونوا شحنين لو لعبتها مع واحد صاحبك متضف عندك وشاحن هتاخد 30RB فوق ال75RB لو اتنين شحنين ومتضفين عندك هتاخد 45RB فوق ال75RB لو 3 متضفين عندك ولعبوا معاك وخلصت المهمة دي هتاخد 60RB فوق ال75RB افتكر انهم لازم يكونوا متضفين عندك يعني لو لعبوا معاك وهم شحنين ومش متضفين عندك مش هيتحسب لك دول لازم يكونوا متضفين عندك فاتأكد ان انت دفتوهم من قبلها ننزل على المهمة التانية التاقط سكوب تمانية خلال 3 مباريات في الوضع الكلاسيكي اي حد من زميلك يلاقي سكوب تمانية في جيم بدلوه مع بعض علشان تخلص التلات مهمات في تلات جيمات على طول ماشي المهمة اللي بعد كده اكمل 14 مباراة مع الاصدقاء في اي وضع حاول تخلصهم في الساحة لان الساحة المهمات بتخلص بسرعة بس لازم يكون مع اصدقائك حتى لو واحد بس هتتحسب لك مش هتفرق او لو عايز تنجزها بسرعة من غير ما تلعب اصلا انزل في وضع الاركيد وانزل من الطير على زوم موت نفسك وكمل المباراة كلها على كده بس لازم يكون مع حد من صحابك المهمة اللي بعد كده تختار واحدة من التلاتة تقتل 18 من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في سهامي وطبعا دي رخمة قوي لان سهامي في اخر الخريطة بتاعت على الشمال تحت فالزوم بتقفل عليها بسرعة على ما تلاقي ممكن تعملك بالكتير او كلاية او كلايتين فيعني حاول ما تختارش دي على قد ما تقدر وطبعا ليك مطلق الحرية المهمة التانية انك تقتل 20 من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في بوشينكي ودي كويسة مش وحشة انك تنزل بوشينكي وممكن تلاقي اي حاجة كل الحاجات كل الحاجات ممكن تلاقيها بوشينكي وبوشينكي في نص الخريطة فالزوم مش هتقفل عليها فهي افضل شوية او تقتل ستاشر المهمة التالتة اللي تختار بينهم اقتل ستاشر من الاعداء باستخدام البنادق الهجومية في سام مارتن دي برضو كويسة سام مارتن كبيرة وفي نص الخريطة يعني حاول تفاضل ما بين بوشينكي ما بين سام مارتن انما سهامي هي الاصعب اللي فيهم لانها متطرفة وساعات الزوم بتقفل عليها كتير بدري وصعب بتلاقي فيها اي ار فعلا ما بتلاقي الاي ار بيكون الزوم قفلت اساسا المهمة اللي بعد كده احتل مركزا دي من افضل عشرة في ليفيك اتناشر من المرات في الوضع الكلاسيكي يعني هتلعب تقييم في ليفيك وليفيك اسلا كلها لبعضها خمسين آآ خمسين بليار فسهل جدا تطلع تصنيف عاشي لو انت بتلعب وطبعا لو انت مت بدري في اول الجيم وصحابك عاشوا المهمة دي انفع تخلصها مع صحابك عادي وصحابك عاشوا بس يكونوا متضافين عندك وشحنين لو صحابك عاشوا ووصلوا التصنيف عاشي هتتحسب لك عادي جدا مفيش مشكلة وعايز اقول لك انك لو لعبت مع صحابك وصحابك شحنين جيمين او تلت جيمات تخلص المهمة دي لان كل اللي هيعمل المهمة معاك هتتحسب لك انت كمان يعني انت لو طلعت افضل عشرة والتلتة اللي معاك افضل عشرة يعني الجيم باربعة يعني تلت جيمات تكون خلصت المهمة دي المهمة اللي بعد كده هتختار واحدة من تلاتة اكمل عشر مباريات مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي ودي طبعا كده كده هتخلصها مع المهمات اللي فوق او اكمل عشر مباريات خلال تيواجدك مع فريق Hudak في الاصدقاء في الساحة وبرضه ممكن تخلصها تخلصها مع المهمات اللي فوق بتاعت الساحل الاربعتاشر جيم او تقتل ستة باستخدام بنادق الصيد في في الوضع الكلاسيكي يعني دي ممكن تكون ارخمهم لان التانيين هيخلصوا معك بسهولة مع المهمات اللي فوق. المهمة اللي بعد كده اربح مباراة كلاسيكية خلال ارتداء خوزة الكوات الخاصة الروسية المستوى تلاتة يعني لازم تكون لابس خوزة سري وانت بتكسب الجيم حاول تخلصها مع المهمة رقم واحد اللي هي انك تعمل تمنميت دامج في الجيم دي سهل تخلصها معها لانك هتعمل تمنميت دامج سهل تكسب الجيم لو نازل في في سيرفر آآ كل بوتاد او التقييم بتاعك قليل في وسهل انك تحصل على الضربات وتاخد منهم خوزة تلاتة المهمة اللي بعد كده اقتل سبعة سبعة باستخدام البنادق القصيد في الوضع الكلاسيكي بنادق الصيد طبعا اللي هي الشوتجن آآ بتقتل سبعة بيها اي بوتاد تقابلك وانت بتلعب آآ نشوهم بالشوتجن على طول كده اختفهم في السريع في وسل الجيمات اللي انت هتلعب على دي كلها المهمة اللي بعد كده التقت مسدس نسر السحراء خلال تمام مباريات في الوضع الكلاسيكي دي طبعا يعني كده كده انت بتلعب تمام مباريات فلوليت مسدس نسر السحراء خده في ايدك في الجيم علشان تمن جيمات يتحساب لك المهمة دي المهمة اللي بعد كده التقت ام كي اتناشر وده السلاح الجديد اللي موجود في خريطة خلال عشرة من المباريات في الوضع الكلاسيكي يعني هتلعب في عشر مباريات تلاقي الام ك اتناشر تحصل عليه وهتبقى خلصت المهمة دي بنجاح وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص لو انتم حابين ان انا جيب لكم كمان اه او عندكم مشكلة في مهمات الاسبوع الاول واشرح حالكم مفيش مشكلة تحت امركم انا مرضيتش اشرح الاسبوع الاول لان عارف ان الاسبوع الاول بدأ عند الناس كلها ومفيش حد اعتقد ما خلصوش ممكن تكونوا خلصوه انا الوحيد اللي ما خلصوش لاني مشغول شوية ولا هو ولا التاني يعني ما عملتش ولا مهمة فيه مجر المهمة دي خلصتها بكروت فلو عندكم اي اي استفسار بخصوص مهمات الاسبوع الاول انا تحت امركم لو عندكم مهمة رخمة شوية اه انا ممكن اشرحها لكم مفيش مشكلة بس انا هتميب بالاسبوع التاني علشان اه ده يعتبر الاسبوع الجديد اللي لسه ما بدأش عندنا واللي هيبدأ بداية من الاسبوع اللي جاي وفيه ناس كتير ما فتحش عندهم فحبيت ان انا اشرح لكم واشرح لكم المهمات فيه بالتفصيل المهم وازاي تخلصوها بطريقة سريعة وما اتطولش معاكم اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك اللي مش مشترك معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرز وآآ عشان تشوف كل جديد عندي واعمل لي لايك يا جميل واعمل لي كومنت هل استفد من الفيديو بتاعي هل حبين ان انا نزل لكم المهمات قبلها باسبوع على طول كده واشرح لكم ازاي تخلصوها شجعوني وانا تحت امركم في اي شيء وما محدش قال لي لحد دلوقتي ايه رأيكم في السيزن الخمستاشر ايه رأيكم في اسكنات السيزن الخمستاشر الدعم قليل قوي على فيديو فتح السيزن لو انت ما شفتهوش ارجع شوف فيديو فتح السيزن عندي فتح السيزن الخمستاشر ورسول لاربي مية واردكم كل الاسكنات واردكم كمان الاسكنات المجانية اللي ممكن تحصلوا عليها ولسه عاملكم فيديو جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله بازن الله قريب جدا بخصوص برضو السيزن الخمستاشر وعن الاسكنات وعملكم فيديوهات جميلة ولسه في مسابقات هتنزل في القناة بتاعتنا قريب بس دعموني علشان اقدر اقدم لكم كل جديد وانتظروني وكل لايك انت بتعمله انت بتشجعني بيه وبتخليني ابزل اقصى طاقة ممكن اعملها علشان خطرك واقدر اساعدك بيها ماشي يا شباب مش هطاول عليكم اكتر من كده منتظر دعمكم منتظر كل جديد وانتو كمان انتظروا كل جديد من ان شاء الله وانتظروا المسابقات وربح الشادات والريال بس كل ده جاي في الطريق بس اشوف دعم منكم كويس باي باي واشوفكم على خير في فيديو جديد